باريس الزمان السابع من أبريل 1987 الواقعة اغتيال رميا بالرصاص لأحد أبرز الوجوه السياسية والحقوقية المعارضة بالجزائر علم سيلي قتل بمدخل المبنى الذي كان يقيم به وسط العاصمة الفرنسية خمسة وثلاثون سنة مرت على اغتياله وخيوط الجريمة ما تزال غامضة فبمجرد أعلان مقتله اتهم حسين اتحمد أحد القادة التاريخيين للثورة الجزائرية ومؤسس جبهة القوى الاشتراكية اتهم الأجهزة الجزائرية بالوقوف وراء هذا الفعل الشنيع سيليا الذي كان قد غادر الجزائر منفيا نحو باريس عام 1965 كان مناطدا ومجاهدا رفع السلاح ضد المستعمر كما كانت له مهمة ناطق الرسمي لأيتحمد حيث لعب دورا مهما بينه وبين أحمد بن ملا أول رئيس للجمهورية الجزائرية تحقيق كان قد جرى بفرنسا وانتهى بإغلاق الملف عام 1993 لكن المدعين المدنيين استأنفوا القرار وقررت بعدها غرفة التحقيق في محكمة الاستئنافي إعادة فتح التحقيق مجددا كتب عديدة تصرد الواقعة كتاب لينيك مالجيريان للسفير الفرنسي الأسبق بالجزائر أثار القضية وكتب بأنه يعلم أن الجاني يعيش في العاصمة الجزائرية بكل حرية فيما ذكر الصحفي ميشيل نودي في كتابه جريمة دولة قضية سيلي أن مسؤولا في إدارة البروتوكول في وزارة الخارجية الجزائرية متورط في هذا الملف سنة 2008 اعتقرت أجهزة الأمن الفرنسية هذا المسؤول الذي يشتبغ ضروعه في جريمة اغتيال عليم سيلي محمود زياد نحن توقف هنا ورح نرجع بعدين للمقطع الحقيقة عليم سيلي قتل مثل غدا على الساعة العشر ونص أمام بيته في ساميشال تقريبا رقم 74 ساميشال في باريز وقتل بثلاثة رصاصات وعليم سيلي قبل ذلك لأن السؤال لماذا قتلوه كان مئات المحامين الجزائريين كان آلاف المعارضين الجزائريين أو اللي عندهم بشكل أو بآخر أنذاك موقف من النظام إلى آخره فالحقيقة عليم سيلي اللي هو مجاهد هو من موليدة في سامية واربعين ولد في القليعة والتحق بالعمل المسلح في سبعة وخمسين ثمانية وخمسين ثم في تونس ثم من الصدف أو قول من الأحداث اللي حدثت هو أنه أصبح مع استقلال الجزائر أصبح عضو في المخابرات الجزائرية كما كانت تسمى أنا ذاك ولكن عندما وقع الخلاف ما بين كبار ثوار والنظام اللي سطى على الجزائر ما بين أيتحمد وبنبلة عندما وقع الخلاف ما بين أيتحمد وبوظياف وأخرين كثيرين من الثوار كباب الثوار وبنبلة أخذه هو الموقف أنه مشاه معا الأفافاس ومعا أيتحمد وكان حتى يعطي معلومات مغلوطة للمخابرات اللي كانت تريد القضاء على المعارضين سواء المعارضين المسالمين المسلحين نعرف أن أنا ذاك أيتحمد رفض السلاح في 1963 بعد ما لحدات الإسرات وبعد الإنقلاب طبعا كان فيه محاولات لربع الصادع ما بين بنبلة وأيتحمد كانوا زملاء وهم كانوا في مصر أيام الثورة ثم تقلوا في الطائرة التي خطفت ما بين الجزائر ما بين المغرب وتونس خطفتها الجيش الفرنسي خطفهاها كانت أول طائرة تختطف في العالم بالمناسبة قامت بها فرنسا فحدث الانقلاب ومرة أخرى هرب هرب أيتحمد وهرب أيضا علي لمسيلي إلى فرنسا التحق بفرنسا في حقيقة في بداية 66 وأظل هناك وقام بدراسات كمل دراستها إلى آخر إلى أن تخرجها في محامي في 73 في هذا الوقت رأى عمره 33 سنة قاموا عارض عضو في الأفافاس صديق لأيتحمد ومعارض للنظام لكن أهم شيء قام به هو أنه استطاع أن يجمع ما بين أيتحمد وبنبلة اللي كانت تجمعهم خصومات كل خصومات الدنيا اجمعهم في الـ 85 هنا في لندن وكان لقاء هزة الساحة الجزائرية يومها نحن يومها يعني طبعا هذه المعلومات كانت وصلنا بالقطرة كنا نسمعوها سوا في إذاعة بي بي سي بالعربية ولا أريفي الفرنسية ولا مونتي كارلو ولا إلى آخرها كان اللقاء يجتمع في أيتحمد مع بنبلة بعد 20 سنة من آخر لقاء بيناتهم اللي كان في الـ 65 وباعتبارهم زعماء المعارضة الجزائرية يومها هذا أخضب النظام القائم شوفوا معنا آنذاك النظام القائم يعني يعتبر صوفت يعتبر أقل توحش أقل إجرام يكون كان النظام القائم آنذاك كان شاذب جديد أساسا كان معاه حمروش كرئيس ديوانو كان معاه العربي بالخير كرئيس ديوان أو أمين عام للرئاسة إلى آخر يعني حمروش معاه العربي بالخير وآخرين من أقرب المقربين والثمانينات كانت الجزائر هادية عموما فيها انتفاضات بدأت بانتفاضات القبائل في أفريل 80 ثم جاءت انتفاضات أخرى في لغوات في بسيد بالعباس في وهران في قسنطينا في سطيف في القصبة خاصة 86 شخصيا حضرت له بعض هذه لغوات في 81 حضرت لها تعال قصبة في 86 حضرت لها إلى آخر يعني كنت موجود في الواقع يعني فبصح مع ذلك يعني تبقى هذه الانتفاضات اللي كانت أنا ذاك محدودة يعني إما محدودة في الزمان أو محدودة في المكان لكن كون أنهم سمعوا أن اثنين من المعارضين أنا ذاك أي تحمد عمره كم هو من مولي 26 أنا ذاك كان عمره أقل من 60 سنة 59 سنة لما التقعوا وبنبلة عمره تقريبا أنا ذاك تقريبا 67 سنة أو 68 سنة أعتقد أن أبنبلة من موليد 1918 أو 16 فكون هذا الاجتماع هزى النظام في الجزائي هزى الجنيرالات لأن الأنمول لو جنيرالات فتم اتخاذ القرار بإعدامه إعدام من؟ أي تحمد؟ لا بنبلة؟ لا أعدام الشخص قرروا إعدام الشخص اللي يعتقدوا أنه مش معروف لأن إعدام بنبلة أو أي تحمد سيثير عليهم غضب عالمي معروفين في اثنين شخصيات وأهم من هذلك قال لك شكون هو اللي استطاع أن يجمحهم هذا اللي استطاع أن يجمحهم كان بالمناسبة يشرف على جريدة أنا ذاك شهرية تقريبا أعتقد أو أسبوعية يسموها الليبرالجيري وتتكلم باسم لسان المعارضة خاصة بعد لقاء لوندر 85 فقالوا قرروا وخططوا لاغتيال مهندس هذا اللقاء قال لك اللي استطاع أن يجمع هذه الشخصياتين اللي هما متنافرتين ومتخاصمتين وطول عمرهم الدوسين حتى كانوا كي كانوا في سجن لاسانتي في الخمسينات في الأيام الاستعمار كانوا ما يتشموش قال لك اللي استطاع أن يجمحهم هذا خطر علينا لاش لأن هذه العقلية بالنسبة للمعام جزائري يجب أن لا يجتمع الجزائريون يجب أن لا يجتمع الجزائريون يا إما باسم تفريقة باسم عرب وقبائل وإما تفريقة باسم إسلاميين وعلمانيين وإما تفريقة باسم مانيش عارف شمال وجنوب الآن رامحبوا يدخلوا لحتى الداخل والخارج نظام جزائري خدمته هو تفتيت الجزائر والجزائرية تفتيت المجتمع حتى لا يكون هناك تجمع يهزوا علاش الحراك رعبهم لأن الحراك خرج في كل المدن الجزائرية تقريبا تقريبا كل المدن الجزائرية ممثلة فيه بشكل أو بأخ كين المدن خرج فيها 1% وكين المدن خرجوا فيها 5% وكين المدن خرجوا في 20% إلى آخره لكن كلها ممثلة بشكل أو بآخر كين المدن استمرت إلى آخر نفس وكين المدن ربما بعد القمع والقهر والسجون توقفت لكن بقى الحراك وما زال يجمع الجزائرين الحراك لماذا؟ لأنه عنده شعار واضح هدفه الاستراتيجي واضح دولة مدنية ليس عسكرية دولة العدل والحق والقانون وخاصة أنه بأسلوب سلمي فهذا المهم قرروا قالوا أنه يجب أن يعدم هذا وبالفعل خططوا للموضوع لمدة سنتين وبعد حوالي سنتين من لقاء لوندر أعتقد لقاء لوندر كان في ماي 1985 لذا ذاكرتي رهي جيدة قتلوه في 7 أفريل مثل غدن 7 أفريل 1987 وتمر الذكرى 36 دعونا نرى من القاتل من المنفذ نعرف أنه أنا ذاك سي دي جي بي أس كانوا يسمونها دي جي بي أس كانوا ما زال الجزائرين يسمونها السيكوريتي ميليتر لكن أنا ذاك اسمها دي جي بي أس ودي جي بي أس كان فيها مخابرات داخلية ومخابرات خارجية وكانت دي سياسة منفصلة عنها اللي قامت بالعملية هي دي جي بي أس قناعتي هذا مش معلومة لكن قناعتي أن اللي أشرف على العملية كلها هو العربي بالخير لأنه كان هو مدير ديوان وأكيد هو اللي أشرف أنا طبعاً في ذلك الفترة اللي كان سافير هو تخيلوا من اللي كان سافير جزائر في باريس كان المرحوم عبد الحميد مهري أنا لما التقيت في لقاء قرطبة في 2008 في سويسرا في جونيف سألته قلت لذا كنت انتهى السفير آنذاك وانظن هو فهم علاش أنا سألته أنا فقط سألته أنا عرب لعبد الحميد مهري ليس له أي دخل يعني السفير آنذاك وعبد الحميد مهري لم يكن لهم أي دخل في الحادث لكن فقط للتاريخ عبد الحميد مهري واللي كان سفير جزائر في باريس آنذاك اللي حدث اللي حدث خلينا نسمعوا من تقرير فرنسي وش قال على العملية ومن هو والتواطع الفرنسي لأن مرة أخرى نجد تواطع فرنسي فاضح ومفضوح الحقيقة دقة تحدي الأمدى وفي المنزل لجوم حيث أن المليون في مقررين لجورة العبدا والمتع أمل في طفئة العمليا لقاء السبب العلم المنزل سهب المسيحين التعاملية الهواء في الولوجة، قد يكون قد ذلك هم حيث في الولي مقرر الأن لذلك، تحيط الأمر رائع هذا الهواء يجعله في الهواء بطريقة الهواء، صاحب المتعضى على صحيح، اختلاع والمعان حيث يبطرون كن ظهائه وراءة يلادنا لكما ستيح هذه زوجته أنا يمسيلي لكن نحبسه هنا القاتل هو عبد الملك أميلو عبد الملك أميلو هذا كان معروف بأنه معروف بأنه كلوشار معروف بأنه تريون ومعروف بأنه أيضا أجنت على المخابرات الجزائرية في باريس يعني تقريبا سبحان الله نفس البروفيل أنت الأعضاء اللي رام كثيرين عملات على المخابرات الجزائرية في فرنسا أو في بريطانيا أو في أماكن أخرى يخيروا غير غير هذا زادوا البروكسينات أعزكم الله يخيروا وهذون هم اللي روحوا لهم وهذون هم اللي يمشوا معهم حوثوا عدراهام يستعملوا الأدراغ الخمر الأمور الفساد إلى آخره فالمداخل اللي هم سهلة كلفوه بالمهمة قام بعملية الاغتيال و وراه موجود هذا عبد المال الكاميلو موجود في الجزائر وكيف يسرع الجزائر هو في باريس ألقات القابض عليها السلطات الفرنسية وعرفت أنه متورط في العملية في بداية هذا المقطع اللي شفناه الصحفي يقول بأن رولانديما والوزير الخارجي الفرنسي يقول بانديرو هذا مسؤول مسؤول فرنسي كبير في الشرطة يقول له أعطينا واشتراع لأن الكمبلسيتي التي تستمر دائما ما بين المخابرات الفرنسية ومخابرات الجزائري شافوا بأن المصالح بيناتهم أنه يجب حماية هذا الذي قام بالعملية عبد المالك أمله كان البعض يقول له ساكن في العاصمة وكان البعض يقول له ساكن في تيزيوزو سواء كان ساكن في تيزيوزو أو في العاصمة إذا صدقنا السفير الفرنسي دريان كورت ولي كتب كتاب مؤخر يقول في العاصمة كان المصادر أخرى يقول له لا وكان المصادر يقول له ما بين العاصمة و تيزيوزو عموما ما بين الفرنسيس؟ قاموا بترحيله في بداية جوان داروا له عملية ترحيل شخص يقوم باختيال واختيال مش طبيعي لإنسان معارض ويحمل جنسية جزائري وفرنسية ومعروف ومحامي ماذا تجد المخابرات الفرنسية تقوم به؟ تزيد تساعد النظام والمخابرات في الجزائر وتبعث لها القاتل وهذا القاتل راه موجود هناك عمره الآن راه ممكن 75 سنة أو يدور في هذا السن أقل شوي ولا أكثر شوي وراه عايش حياة وعمره لتقلق وعمره لقلقوه الغريب في الأمر أيضا هو أنه بعد الأحداث طبعا أي تحمد كتب كتاب على الموضوع هذا على اغتيال علم سيلي وتورط الفرنسيس وأنصح بقراءته يعني لما أني يجد الكتاب ويحب يطلع أكثر أنصح بقراءته مهم جدا وكتبات كتبات أخرى وكان كتاب أيضا لفرنسا الجيري اللي كتبه لويس العقون مع جون باتيس ريفوار وهو كتاب مهم جدا اسمه لفرنسا الجيري هذا ثاني مهم جدا وفي هذه القضية بالمناسبة دائما التواطق والتورط ما بين المخابرات الفرنسية والجزائرية في حماية النظام الذي يحكم الجزائر العصابة التي تحكم الجزائر لماذا؟ وانت مرة تشوف يقول لي كين انزعاج وتقول كين قلق ما بين فرنسا والجزائر لا 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 هذا كل استهلاك محلي ليقدر يحدث مرات خصومات هنا وهناك لكنها بسرعة تفوت بسرعة تفوت من العجيب اللي سمعتها اليوم في تعتبون ربما نقشوها المرة الجاية ولكن كنت سمعتها اول امس ايضا عن شنغريح قال لك احنا بالنسبة لينا نحن ضد انا جي دول من الخارج تحارب الارهاب في افريقيا او قالها شنغريحة للبارح وقالها تبون في هذا اللقاء انتع ما يسمى بودكاست الجزيرة سؤال لشنغريحة ولتبون باش تعرفوا النفاق والكذب من فتح الاجواء؟ تبون ايضا قال لك انا قلت الماكرون احنا الابروش انتعنا احنا الطريقة انتعنا هو اننا نساعد الدول الافريقية اقتصاديا واجتماعيا باش تكون عندهم استثمارات وارزاق ومان وكذا باش ما يرجوكم ما يجوش عندكم وما يديروش الارهاب واننا الفرنسيين يحبوا يقمعوا الاسلاميين بالسلاح قولنا انا احنا عنا طرق اخرى للقضاء على الاسلاميين والجماعات الارهابية ما هي؟ قال لك الاستثمارات طيب اذا انتو ماراكم ضد الابروش فرنسيز وضد الموقف الفرنسي من فتح الاجواء منذ عشر سنوات؟ عشر سنوات وثلاث اشهر الان منذ جنوبي 11 جنوبي 2013 من فتح الاجواء للطائرات الفرنسية اللي راي مازالت تقصف؟ ولما تخاصمتم بعد ان سبكم ماكرون في 2 اكتوبر 2021 وخرج شتيمة في جريدة الموند وبلغ بكم الغضب غضب شديد قلتم اننا سنمنع الطائرات المقنبلة فقط المقنبلة الفرنسية لكي تمر على الاجواء الجزائرية طائرات العسكرية الاخرى وكذا ما كاش مشكلة ومن بعد يوم ما قلت لكم مش رحها تطول ولكن في جنوبي خرج العمامرة وقال خلاص رنا رجعنا فتح الاجواء كما كانت للطائرات العسكرية الفرنسية كلها المقنبلة وغير المقنبلة مع نهاركم لحد الان فاتحين الاجواء لماذا تكذبون على الناس اذا كنتم ضد الطريقة الفرنسية اغلقوا الاجواء الجزائرية اقل شيء هذا موضوع سيادة اغلقوا الاجواء الجزائرية على الطائرات الفرنسية اذا الاجواء تغلقت على الطائرات الفرنسية يتكون صعب جدا انهم يرحوا يقصفوا في مالي وفي النيجر وفي غيرها لأنهم زادوا المشاكل انكم تكذبون وتعرفون انكم تكذبون وتعلمون انكم تكذبون وتستمرون في الكذب بل تخادعوا بعض البساطاء العقول وبعض الناس اللي يصدقوكم باش نرجع الى اغتيال علي المسيلي كان الهدف وسيظل هدف المخابرات الارهابية كما سماها الشعب الجزائري هو اللا يجتمع الجزائريون على مشروع اللا يجتمع المدنيون الجزائريون على مشروع ان تظل الجزائر كدولة كوطن كبلد كشعب كجيش في يد كمشة من الجنرالات تلعب بها وتعبث بها كما تشاء هذا هو الهدف نزيدكم حاجة اخرى وان كنت لا اعلم الغيب سيقومون بعمليات مشابهة لما قاموا بها العلم سيلي وسيقتلون هنا او في اماكن اخرى معارض او معارضين لهم عندما يشعرون بانهم يختنقون سيقدمون سيحاولون قتل او يقتلون من يشعرون انهم يزعجونهم لان هذه العصابات لا تعيش الا بالدماء وبالرصاص وبالتخويف وبالعمالة للقوى الخارجية وبالزعم وللدعاء انهم وطنيين ومخلصين والشهداء ويدافعون على البلاد اللي اثقروها واضعفوها وخربوها وجوعوا كثير من شعبها وهذه الاحوال كما ترونها لكن هذا ليس مصيرنا ولا يجب ان يكون مصيرنا هذا يجب ان يدفعنا ان نقاوم اكثر ونناضل اكثر سلميا دائما ولكن بثبات بثبات بعزيمة بموقف حقيقي راه فيه غدا في باريس لقاء او فقط يريدون ان يلتقوا يعني من المناسبة الذكرى دائما زوجته التقوم بذلك وفي حديث على انه ايضا فيه لقاء في مقر الافافاس على العاشرة ليلا في سبعة افريل على العاشرة ليلا غدوة الجمعة وقفة رحمية وضع كليل من الظهور لكن يعني تعليق بسيط اقول لكل عضاء الافافاس سواء اللي كانوا اللي يراهم في هذه اللي يراهم الآن في القيادة الحالية على الافافاس أو غيرهم حقيقة راهوا ايت احمد وامثيله مثله وعلي المسيلي دفعوا ثمن غالي باش ميكونوش عملاء عند العصابات راهوا ايت احمد عرضوا عليه باش يكون رئيس المجلس لعلى الدولة واثنين وثنين وهو يقولها يعني بدل بوضييف قبل ما يروحوا البروضييف بوضييف كانوا يقولوا عليه مخزني وستة وعشرين عام عند المغرب وهم يسبو فيه والمخزن وا 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 وام بعد لما ايت احمد رفض راحوا اضطروا يجيبوا بوضييف فنتمنى على إخواننا في الافافاس أن لا يكونوا لعبة أو على أقل بعض منهم لنعرفوا أن فيه الترغيب والترهيب ونعرف أن الاختلاقات ونعرف أن لا يكون لعبة في أيدي نظام ومافيا إرهابية ومخابرات إرهابية إجرامية كانت وما زالت وستبقى وأن يكون التفكير بين الجزائرين جميعاً مهما اختلفت مشاربهم السياسية والإديولوجية وأفكارهم وقناعاتهم ولغاتهم أن يكون الهدف بناء دولة العدل والحق والقانون يتساوى الجميع أمام القانون ويفصل الصندوق أمام المشاريع وتحترم الأقلية كما تحترم الأغلبية وتقوم دولة مدنية بغير ذلك بكل أسف وألم نتجه إلى الهاوية لكن لدي يقين أن الغالبية العظمى من الجزائرين لن يسمحوا بذلك وفي لحظات معينة إن شاء الله تتعاود ويتعاود الأمور كلها مرة أخرى ومن جديد